يبدو أن طهران تعاول على مكانة الرئيس بوتفليقة بين القادة العرب وعلاقات الجزائر المتينة والمتفتحة مع إيران والدول العربية للعب دور وسطة بينها وبين السعودية في الوقت الراهن الذي تشهد فيه علاقات طهران والعرب تشنجا وتوترا كبيرين على خلفية دعم الإيراني الواضح لجماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وكذا نظام بشار الأسد في سوريا والشيعة في العراق حيث أكد مبعوث الرئيس الإيراني للجزائر نائب وزير الخارجية مرتضى سرمدي خلال ندوة صحفي عقدها بمقر الصفارة استعداد بلاده للحوار مع المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية داعيا في الوقت ذاته إلى وقف الهجمات والبدء في حوار يجمع مختلف الفرقاء نحن نفكر في الوقت ذاته إلى وقف الهجمات والاستقرار هناك إمكانية لكل الدول التي اتخذت مواقف مناسبة في الواقع أن تؤثر في هذا المجال في الواقع في الهجوم على اليمن هناك جهد عام ومساعي عام في الواقع أن تكون من قبل كل الدول الصديقة نحن لا نريد أن يتوسع عدام الأمن وعدم الاستقرار في الواقع فنحن نريد في الواقع أن يكون هناك خوارا بين الفرقاء اليمنيين لإخماد نار الحر والفتنة ووصف الدبلوماسي سرمدي التدخل العسكري ضد الحوثيين لدول التحالف في العملية العسكرية عاصفة الحزم بالخطأ الاستراتيجي من جهة أخرى رفض ممثل الرئيس روحاني تهمة وقف طهران وراء نشر التشيع في العالم السني معتبرا أن مصدرها تيار يهودي تلاش عام هستم تلاش بستردر طرف همه كشفرات تأثرت بالتخويف بالخوف من إيران ورغم أن مبعوث الرئيس الإيراني إلى الجزائر رفض الكشف المبكر عن فحو الرسالة التي سلمها للرئيس بوتفليقة إلا أن كل المؤشرات تؤكد على أن إيران تعول على الجزائر للعب دور في حلحلة الأزمة اليمنية سيما أن المجموعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة حسب إيران هي المستفيدة مما يجري في اليمن